موسيقى عائلة السيد رؤوف تسكد هناك هل تريني البيت الكبير فوق التل؟ إنه هو أهلا سيدتي صباح الخير ماذا تريدان؟ صباح الخير هل من خدمة أقدمها؟ عفوا هل توجد هنا سيدة اسمها سلمة رؤوف؟ نعم لا تدخلها قبل السماح لكم بالدخول ماذا؟ من فضلك أنا ابنة السيدة سلمة رؤوف واسمي حنان أرجوك أبغيها ذلك ابنة السيدة سلمة ولكن السيدة سلمة في الخارج الآن أرجوكما افتح الطريق لسيارة السيدة الكبيرة سيدة الكبيرة؟ لا يمكن أن تكون جدتي جمان سيدتي ما الذي يحدث هنا يا عزيزة؟ أنا آسفة سيدتي لقد حاولت الفتاة دخول البيت دون استئذان حنان إنا نذهب للخارج اليوم سورة تبقى الأصدع عن سلمة أرأيت إنها حنان أنا متأكدة وأنت؟ اسمي حسان شريف لقد رافق حسان حنان إلى هنا والآن تعال يا حنان إنها بالفعل حنان ابنة الغالية سلمة أنت جدي حنان كمان سعيدة لعودتك حنان لكن ما هو الدليل الذي يثبت أنك حنان؟ إنها حنان بالتأكيد لا يمكن التأكيد على ذلك فربما كانت خدعة يمارسها فريد كيف تقول ذلك؟ ألا تعرفين ما يفعل فمن الممكن أن يكون قد استخدم حنان لا تتحدث بهذه الطريقة عن أبي 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 لقد السيد فريد قد مات ماذا؟ أردت أن أنقل كلمات أبي الأخيرة لأمي لقد قال إنه ظل يحبه طوال حياته هلان أين أمي؟ أشوكي أقول لي أين أمي؟ ألا تمهلين بعض الوقت؟ أعرف ذلك جيدا ألا لم أقل إنني مساء من روان على أي حال من المهم جدا ألا تدع الفتاة ترى سلمة أبدا كم ضع عليك من وقت قبل أن تلتقي بأمك؟ هيا أخبرني يا مبروك تفضل معي سيد حسان إنهم يريدونك تصبحين على خير جوان شكرا 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 أريد أن أرى يا حبي الوحيد يا حبي البعيد البعيد يا حظماً جميلاً وحظماً وحيداً يا حظماً بعيداً أغني يا جميلة أريد أن أرى يا إلهي إنها هناك يا حبي الوحيد إنها أمي يا إلهي إنها أمي أمي أنت يا حنان آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ أعتقد أنك قد فجئت اسمي الحقيقي روان حسناً سمعت عنك من الخدمة عزيزة لكن أمي تعتقد أنني حناني الحقيقية ذاكرتها ضعيفة كما تعلمي لكن إضافة إلى أنها تعاني من مرض في القلب إذا عرفت أنني لست حناني الحقيقية فإنها ستنهار لذا أرجوكي رعي ظروفها الصحية ولا تكشفي لها عن نفسك إذا حدث لها شيء لا سمح الله فأنا لا أحرف ما سأفعل أمي أمي إنني هنا إنني قريبة جداً منك كيف اشتقت إليك يا أمي أنا حنان ابنتك ابنتك أو أبي هذا أنا أجل لقد فجئت حقاً بهذا ماذا ستفعل من الأنف صعيداً أنا لا أريد أن أرى ما فعلناه ينهار على أي حال ستكون الفتاة مصدرها يزعاج فعلاً حين افترقت سلم عنك بعد حادث الطائرة فقدت أي رغبة لها بالحياة ولا أدري إن كانت سعيدة أم لا لكن ذاكرتها أخذت تضعف ثم تبنت رواء التي كانت في مثل سنك على أنها حنان ومن ناحية أخرى بدأ المرض يغزو قلبها آسفة لأنني أخفيت ذلك حنان ما الذي يجري؟ لا أعرف ها؟ من أنت؟ أنا؟ أنا الآن سحنان رؤوف ماذا؟ أنت روان ها؟ أنت تعرف إذن؟ حسناً سوف أخبرك بالشيء من الأفضل لك أن تكون معي أتركيني اسم أبي رائد نزار وهو رجل مسؤول كما تعرف إذن ماذا يعني ذلك؟ سترى ذلك فوراً ها؟ جمان ما الذي تفعلين؟ حسان من الأفضل لي ألا أبقى هنا؟ على كل الأمور هنا تبدو غريبة لما لا تنتظرين لنرى ماذا يجري؟ سيدي سيدتي يا سيدة سهل ما في غطر؟ أمي حنان لا تخاف حبيبتي أنا بخير أصيبت بنوبة خفيفة نتيجة البارق لكن لحسن الحظ مسكينة حنان يوجد أحد بالباب لا لا أرى أحداً أنا أرى أتركها الآن أرجوك لا أستطيع أن أفعل ما أريد ظالمظ الله هنا حسناً يا أمي دعيني أحضر لك شايك المفضل شكراً ساعديني عزيزة في الحال سيناك من العار أن أتخلى عن أمي وأيا على هذا البضع السيء جمان سيناك ما جمان جمان أمر مرعب من الذي حاول الاعتداء على حياتها من الذي يجرع على عملك هذا لقد طلبت الطبيب داري أخذها للغرفة سيدي لم يكن هذا ليحدث لو أنني لم أمنعك سيدي من إيقافها من هناك؟ أهل لك أحد في الطريق أنا شديدة الأسف سيدتي هذا أنت يا عزيزة لقد سمعت صيحة فتاة أهل حدث الشيء لا لم يحدث شيء أكيد أرجوك سيدتي هذا يضر بصحتك من المخجل أن ترتكب هذه الحماقة عزيزة آسفة جدا حسنا والأنت صرفك المعتاد ولا تدعي أحدا يشك بك حاضر وصل المشهد إلى نهايته كيف تشعرين سيدتي؟ حالتي أفضل الآن ماذا الصوت؟ طائر جميل طائر طائر جميلة أفضل الآن لكنني لا أعرف ما حدث للآن أفضل الآن أفضل الآن أفضل الآن أفضل الآن Ciao, devo parlarti, due parole in privato Che diavolo vuoi? Ti sembra il momento giusto? Caspita, come sai essere rude Non me ne importa un fico secco, si sta soffrendo Ho capito, ci sei tu dietro questa storia Ti aspetto di sotto in giardino, intesi? Landy, cosa c'è? Niente di importante, sta tranquilla E'o, e'o Ma'allez yagre, ya Hassan? Necay, ahal teqomine a'li khidmati juman li dqaik? Batekid Hassan Ma'allez yagre denahu minni? Hal'ta'arif riad vuhsan? A'owl'a'a lika'an'tu'jibbi'a'la suali L'akad avzatani Hasena, uuhib'u hazeh'i'i n'azharat أنت تعرف أن السيد رياض محسن من أشهر تجار السلاح وما دخلي بذلك؟ ستعرف الآن؟ على أي حال أبي يحصل على كل ما يريد دائما لذا من الأفضل لك أن لا تعاندني وأن تكون لطيفا معي ما الذي تريدنا قوله؟ أوضح كل شيء دائما متسرع وهذا يعجبني تلك الفتاة سوف تطرد من البيت أما أنت فستفغى هنا فإذا قبلت فلن أعرض حياتها للخطر أعيدك بذلك أي مخلوقة أنت؟ اسمعي لن تستولي على القلوب بالقوة حسنا سترى يا حسن انتظرني تعالي واستريحي قليلا سلمة ما ما الذي جاء بك؟ هذا الطائر جاء فجأة إلى غرفتي ولا أعرف لماذا وقادني إلى هنا كمان كمان آه أزيزتي أنت هنا آسفة على دخول المفاجئ عندك كيف أنت الآن؟ أنا سلمة ما أنها قريبة جدا مني الآن إلا أنني لا أستطيع أن أقول لها أمي هل أنت مريض أو مصابة إني أشم رائحة دواء؟ أمي 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 ماذا بك؟ هل تشعرين بألم؟ لا تكوني راققة جدا معي يا أمي أشكي أشكي سلمة أنك تركينا جمان نتركينا جمان لترتاح أنت أيضا بحاجة للراحة فعلا معذر يا جمان أمي 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 اتخل عفو سيدتي ماذا سأل ما لحظة من فضلك ها هو يا ابي حسان انت حسان يبدو ان ابنتي معجبة جدا بك رائد يبدو ان الامر وصل الى نهايته كنا نتوقع ان كل شيء سيكون رائعا لكن حصل ما هو غير متوقع ماذا تقصد لما اقدم لك المساعدة مع انك لست صديقي او قريبي السبب في مساعدتي وارسالي روان الى هنا انني اريد ان اكسب هذه العائلة رائد اللا الاي اللا الاي لما تريد ان تكسب العائلة لاسمها اسمها اسمها كي تكون لي مكانتي في هذا العالم الذي لا يعترف سوى بالعائلات الكبيرة كان لابد لي من عائلة كبيرة كبيرة؟ أجل إن عائلة رؤوف من العائلات المشهورة والكبيرة بالتأكيد رائد كان يجب أن تنظر إلى أعماق شخصيتي أنا تاجر أتعامل بالسلاح يسمونني تاجر الموت ليس من المضحك أن يرتبط اسم تاجر السلاح باسم هذه العائلة الكبيرة رائد جعلك من مخلوق قدر وماذا تريد من أن نفعل بالضبط أولا وقبل كل شيء أريد أن تطردوا حنانا الحقيقية السيدة سلمة أرجوك دعني أرى الفتاة التي تدعى جومان إذا ذهبت بعيدا عن هذا البيت فلن يصاب أحد بأذى لكنني لن أستطيع أن أنقل لها رسالة والدي توقفي لا دعها تغني تلك الأغنية أعتقد أنه صوت الأنسة جومان لا زهرة الحمدية زهرة الشبل لا زهرة الشبل يا أرض الأسهار إليك لم نزل نبوح بالأسهار سيدة سلالله جومان جومان حسن حسن اعتني بأمي وهكذا رحلت جومان عن البيت دون أن تتاح لها فرصة واحدة لأن تقول لأمها الحقيقة فقد أرادت أن تنقذ عائلتها من المصيادة التي ينصبها لها رائد تاجر السلاح ومع أنها كانت في مواجهة مصاعب كثيرة إلا أنها كانت تفكر بحسن الذي تركته خلفها